عزيزي المستخدم لو عندك مشكلة في جهاز امازون فاير ستيك والجهاز متوقف على لوجو امازون زي الصورة الواضحة قدامك جبتلك مجموعة من الحلول اللي من خلالها تقدر انك انت تشغل الجهاز مرة تانية ما تنساش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لو عندك اي سؤال اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليه اول خطوات الحل انا لو الجهاز متوقف على لوجو امازون اترك الجهاز لمدة 25 دقيقة قبل ما افكر في اي حلول تانية لان ممكن يكون الجهاز في حال التحديث وبعد ما بينتهي من التحديث هتلاقي الجهاز اشتغل طبيعي بدون اي مشكلة لو تركت جهاز الفاير ستيك لمدة 25 دقيقة على لوجو امازون ربما يكون في مرحلة التحديث وما زالت المشكلة مستمرة والجهاز ما اشتغلش بجرب الحل اللي بعد كده ان انا بافصل القهربة عن جهاز الفاير ستيك لمدة 60 ثانية بعد ما بتعدل 60 ثانية برجع اوصل القهربة مرة تانية لجهاز الفاير ستيك لو استمرت معايا المشكلة وجهاز الفاير ستيك متوقف على اللوجو امازون فهنا لازم اتأكد من طريق توصيل القهربة لو انا مشغل الفاير ستيك من خلال اليو سي بي ده كابل القهربة لو انا موصله في يو سي بي التلفزيون فلازم اوصل الادابتور اللي بييجي مع الفاير ستيك الادابتور الاصل اللي بييجي مع الفاير ستيك فبدل من التوصيل في اليو سي بي في التلفزيون لأ انا اوصل الادابتور كده ويبقى ده مصدر القهربة لجهاز الفاير ستيك وبعد كده اوصل الادابتور اللي موجود معايا في اي مشترك للقهربة دي افضل طريقة لتوصيل جهاز الفاير ستيك بمصدر القهربة لأن من أحد أسباب توقف جهاز الفاير ستيك لأن البعض بيوصل القهرباء للفاير ستيك من خلال AUSB التلفزيون لكن الأفضل استخدام الأدابتور اللي بيجي مع الفاير ستيك والعكس لو أنا موصل جهاز الفاير ستيك من خلال الأدابتور اللي بيجي مع الجهاز وعندي الجهاز متوقف على لوجو أمازون أجرب أن أنا أفصل الأدابتور اللي جاي مع الفاير ستيك وأوصل كابل القهرباء مباشر في USB التلفزيون للتأكد أن الأدابتور ما فيهوش مشكلة لو استمرت المشكلة والجهاز مازال متوقف على لوجو أمازون يبقى كده الأدابتور عندي شغال أو الأدابتور سليم أرجع أوصله تاني من خلال أدابتور أمازون فاير ستيك اللي بيجي مع الجهاز لو استمرت معاه المشكلة والجهاز مازال متوقف على لوجو أمازون هنا بغير منفذ الـ HDMI لو أنا موصل الفاير ستيك بمنفذ HDMI واحد في التلفزيون فهنا أغير مكان منفذ HDMI وأركبه في المنفذ التاني HDMI 2 أو في HDMI 3 يبقى هنا بغير منفذ HDMI اللي أنا موصل بجهاز الفاير ستيك ولو استمرت المشكلة في المنفذ التاني أجرب تالت منفذ موجود عندي في التلفزيون ودلوقتي التلفزيونات فيها أكتر من منفذ HDMI بيبقى فيه 3 وفيه 4 فأنا لو مشغل على HDMI 1 أغير المنفذ وأركب على منفذ HDMI 2 لو مشغل على HDMI 2 أغير المنفذ وأركب على منفذ HDMI 1 أو 3 لو استمرت معايا المشكلة وجهاز الأمازون فاير تيفي ستيك متوقف على لوجو أمازون هنا بيبقى فيه وصلة جاية مع الجهاز وصلة HDMI أنا أفصل الوصلة اللي موجودة معايا وأوصل جهاز الفاير تيفي ستيك مباشر بالتلفزيون بدل استخدام الوصلة اللي جاية مع الجهاز يبقى أوصل جهاز الفاير تيفي ستيك مباشر بالتلفزيون لو أنا بستخدم أدابتور HDMI لا أنا أفصل الأدابتور وأوصل أمازون فاير تيفي ستيك مباشر بمنفذ HDMI اللي موجود عندي في التلفزيون يعني أستغنى عن الوصلة اللي جاية معاه وأوصل الجهاز مباشر بمنفذ HDMI لأن ده بيبقى أحيانا أحد الأسباب اللي بتخلي جهاز الفاير ستيك متوقف على لوجو أمازون والعكس لو أنا موصل جهاز الامازون فاير ستيك مباشر بالشاشة من خلال منفذ HDMI أفصل الجهاز من التلفزيون وأركبه في وصلة HDMI اللي جاية مع الجهاز وأوصل وصلة HDMI في منفذ HDMI التلفزيون اللي موجود عندي يعني أنت لو موصل من خلال وصلة HDMI تلغيها وتجرب لو العكس لو أنت موصل مباشر تفصل الجهاز الفاير ستيك وتوصل الوصلة اللي جاية معاه أو توصل أي وصلة HDMI تكون نوع كويس لو جربت كل الحلول السابقة والجهاز ما زال لا يعمل جهاز الفاير ستيك متوقف على لوجو أمازون أجرب أن أنا أوصل جهاز الامازون فاير ستيك على تلفزيون آخر يعني أغير التلفزيون لو عندي تلفزيون تاني بجرب أن أنا أوصل جهاز أمازون فاير ستيك على تلفزيون مختلف لأن ممكن أحياناً بيبقى المشكلة جاية من التلفزيون فهنا أجرب أي تلفزيون تاني موجود عندي ده أحياناً بيحل المشكلة لو جربت كل الحلول اللي قلنا عليها والجهاز ما زال متوقف على لوجو أمازون بجرب أن أنا أعمل ريستارت أو إعادة تشغيل للجهاز بضغط على زرار سليكت مع زرار البلاي الاتنين مع بعض لمدة خمس ثواني هنجرب مع بعض بنضغط كده لمدة خمس ثواني على زرار سليكت مع زرار البلاي بلاي؟ ده أحل من الحلول اللي ممكن تساعد معاك في إعادة تشغيل جهاز الفاير ستيك آخر الحلول اللي ممكن أجربها أن أنا أعمل ريست للجهاز إعادة ضبط المصنع وإعادة ضبط المصنع بيبقى من خلال الريموت إن أنا بدغط على زرار السهم اليمين اللي موجود عندي هنا مع زرار الباك بضغط عليهم لمدة خمس تاشر ثانية بضغط على زرار اليمين هنا مع زرار الباك لمدة خمس تاشر ثانية الجهاز بيعمل ريست ولازم تكون محتفظ بكل الحسابات اللي موجودة على التطبيقات لإن الجهاز بيحزف كل الداتا اللي موجودة وبيرجع لحالة المصنع هنجرب مع بعض بنضغط كده لمدة خمس تاشر ثانية مع الاستمرار بتظهر معايا الرسالة اللي موجودة عندك على الشاشة أنا بدون تدخل من الريموت هو الجهاز بيعمل أعادة ضبط تلقائي وده آخر حل من الحلول اللي موجودة معانا لو جربت كل الحلول اللي قلني عليها وما زال جهاز الفاير ستيك متوقف على لوجو أمازون فبتحتاج إنك إنت تغير الجهاز وتشتري جهاز جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا